السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك وسنة تانية عاملين ايه نهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد نص جديد او حديث شريف والحديث ده اكبار يا سنة تانية يعني حافظ ومهم الحديث جميل وبيعرض الحديث بشارة من الرسول علي افضل صلاته السلام للصحابة بفتح مصر وبيعرض ايضا وصية بحسن معاملة اهل مصر لان لهم حق العهد والامان وحق القرابة وهنستعرض مع بعض كده الحديث ونشوف بيقول لي ايه قال سمعت ابا زر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يسكر فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم زمة ورحمة هنقول مع بعض تاني الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يسكر فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فإن لهم زمة ورحمة الرسول عليه أفضل السلام في الحديث الشريف دوت الحديث ده سهل وجميل وإجبار يا سنة تانية بيعرض لنا بعض الأمور اللي يجب أن ألتزم بها وفي نفس الوقت بيؤكد لي صدق لبوقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن بالفعل الرسول نبي منزل من عند الله عز وجل فهنشوف ونستعرض مع بعض معاني الكلمات واللغويات بيقول لي أنكم ستفتحون أرضا يذكروا فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم زمة ورحمة معنى كلمة تفتحون يعني تمتلكون تفتحون يعني تمتلكون والمضاد تفقدون أرضا المراد بها هنا مصر يذكر فيها القيرات القراد سنة تانية هو وحدة قياس للأراضي الزراعية وجمع قرات قراريت جمع قرات قراريت فاستوصوا بأهلها خيرا يعني عاملوهم وعملها حسنة وخيرا هنا معناها بر وجمعها أخيار وخيور وعكس خير شر فإن لهم زمة ورحمة زمة يعني معناها عهد وأمان وجمع زمة زمم ورحم يعني سلة قرابة وجمع رحم أرحام هنشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيأكد ليه في الحديث الشريف أو بيوصيني بإيه بيقول لي إنكم ستفتحون أرضا ما ييجي يقول لي لمن الوصية يعني رسول على إفضل ستسالي كان بيكلم مين طبعا بيكلم خلفائه وأصحابه وقواده الوصية كانت لخلفائه وأصحابه وقواده عشان ما ييجي يقول لي من أو الرسول على ستسالي موصى مين هقول له خلفاء الرسول وأصحابه وقواده بيوصيون بإيه بيقولهم إنكم ستفتحون أرضا ده بيدل على صدق نبوءة الرسول إن هو بلغهم أو بشرهم بفتح مصر قبل فتحها لأن إحنا عارفين اللي فتح مصر وهو عمر بن العاصر وده كان بعد وفاة الرسول عليه أفضل ستسالي يبقى ده بيدل على صدق نبوءة الرسول على ستسالي إن هو بشرهم بفتح مصر إيه الوصية اللي موجودة عندي في الحديث أن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة ليه لأن لهم عهد وأمان ولأن لهم سلة قرابة هقولك دلوقتي إيه سلة القرابة يبقى ما ييجي يقول لي في الحديث بشارة ووصية وتعليل أو في الحديث نبوءة ووصية وتعليل النبوءة والبشارة اللي هي فتح مصر وإيه الوصية أن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة والتعليل لأن لهم زمة ورحم أو لأن لهم عهد وأمان وصلة قرابة ده السؤال المهم اللي بيجي لي فيه الحديث بيجي يقول لي فيه الحديث بشارة ووصية وتعليل هقولي البشارة فتح مصر الوصية حسن معاملة أهل مصر التعليل لأن أهل مصر أصحاب زمة ورحم أوصلة قرابة وعهد وأمان وبيقول لي أن في الحديث دلال على الصدق نبوية الرسول أنه أخبرهم بأمر غيبي اللي هو فتح مصر وده طبعا فتح مصر إذا ما اتفقنا أنه هو تحقق بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصدق والسلام على يد أعمر بن العاص ده اللي فتح مصر عشان كده لقبناه بالفاتح العربي طبعا ده كان أيام خلافة أو في عهد الخليفة عمر بن الخطاب طيب بيقول لي أن الرسول عليه أفضل الصدق والسلام ذكر مصر تلميحا لا تصريحا يعني في الحديث ما زكرش لفظ مصر طبعا أنا عرفت منين هقول أن من قوله أرضا لأن أهل مصر كان يكثرون من استعمال القراط فعشان كده كان بيقصد أهل مصر بلفظ أرضا يبقى أرضا هنا هي كانت تنميح لأهل مصر لأنهم كانوا يستخدمون القراط وأن القراط هو وحدة قياس الأراضي الزراعية وجمع قراط قراريد إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا ما المقصود أو من المقصود بكلمة أهلها لهم أهل مصر لمن يوجه الأمر أو لمن يوجه الأمر يوجه الأمر لخلفاء وأصحاب وقوات الرسول عليه أفضل السلام يبقى الرسول كان بيكلم من أو بيأمر من خلفاء وأصحاب وقواته طب من المقصود بكلمة أهلها لهم أهل مصر وإتفقنا إن في الحديث بشارة ووصية وتعليل طيب هنوضح مع بعض كده بقى يقصد بيها ايه التعليل او يقصد بيه فين سلة القرابة هقولك دلوقتي سلة القرابة اللي موجودة معي ان السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم كانت من مصر والسيدة ماريا القبطية ام سيدنا ابراهيم ابن الرسول عليه افضل صلى الله عليه وسلم كانت من مصر يبقى بكده بيكون سلة القرابة ان السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم كانت من مصر والسيدة ماريا القبطية ام سيدنا ابراهيم ابن الرسول عليه افضل صلى الله عليه وسلم كانت من مصر يبقى كده يكون دي سلة القرابة يبقى اذا ما يجي يقول لي لماذا كانت لمصر مكان عظيم عند الرسول عليه افضل صلى الله عليه وسلم أقول لأن سيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليه السلام كانت من مصر والسيدة ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن الرسول عليه أفضل صلى الله عليه وسلم هي أيضا كانت من مصر واتفقنا ما يقول لي ما المقصود بكلمة زمة ورحم الزمة هي العهد والأمان والرحم هي سلة القرابة اللي احنا اتفقنا أن السيدة هاجر والسيدة ماريا القبطية كانت من مصر علامة تدل توصية الرسول بأهل مصر طبعا تبيدل على التشريف والتعظيم لها ولمكاناتها في التاريخ قديما وحديثا لأن مصر طبعا رسالة عبدالسلطة والسلام حاب يكرمها أو يشرفها أنه هو وصع على أهلها أو وصع أنه عامل أهلها معاملة حسنة نشوف مع بعض كده مظاهر الجميل يقولي أنكم ستفتحون أرضا أسلوب مؤكد بأنه طيب والسين بتدل على المستقبل القريب تفتحون فعل مضارع يفيد التجدد والإستمرار واستحضار الصورة أرضا نكرة للتعظيم إذن أستنتج من كده أما يجي لي جمال يا سنة تانية مضيعش الدرجة مني خلاص يعني ممكن يكون العبارة اللي جبها لي فيها أكثر من جمال إلا أنا فاكره أنا أكتبه مطارش الدرجة مني عندي إنكم ستفتحون أرضا ممكن أقوله أسلوب مؤكد بأنه أو فعل مضارع يفيد التجدد والإستمرار واستحضار الصورة أو السين بتدل على المستقبل القريب أرضا نكرة للتعظيم يذكر فيها الكرات الفعل يذكر يا سنة تانية فاكرينه اللي خدناه سنة اللي فاتت اللي هو المبني المجول الفعل المبني المجول قلنا عند بناء الفعل مضارع المجول بيضم أوله ويفتح مقابل الآخر يبقى إذن يذكر ده فعل مبني المجول لما ييجي ويقول لي لماذا بنية الفعل المجول أو بناء الفعل يذكر للمجول للعلم بالفاعل وهم أهل مصر يبقى يذكر فعل مبني المجول للعلم بالفاعل وهم أهل مصر يذكر فيها الكرات ممكن أقول له إيه ممكن أقول له يذكر فعل مبني المجول للعلم بالفاعل وهم أهل مصر ممكن أقول له إيه كمان يذكر فيها الكرات ممكن أقول له أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص الوسيلة بتاعتك تقديم الجر والمجرور اللي هو فيها خلاص أو ممكن أقول إيه كمان يذكر فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار والسحضار الصورة بس أهم حاجة سنة تانية أني أنا مطيرش الدرجة مني يبقى يذكر فيها الكرات وأن أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص أو فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار والسحضار الصورة أو بنية الفعل المجهول للعلم بالفعل وهم أهل مصر فاستوصوا بأهلها خيرا استوصوا أقول له أسلوب أمر غرض الوجوب والإلزام استوصوا بأهلها خيرا ممكن أقول لي أيه كمان أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص والوسيلة بتاعته تقديم الجار والمجرور ممكن أقول له خيرا نكرة للعموم والشمول يعني بتشمل جميع أنواع الخير أهم حاجة أن أنا بس ما طيرش الدرجة مني فإن لهم زمة ورحمة ما علاقتها بما قبلها أقول تعليل لما قبله أو أسلوب مؤكد بإنها فإن لهم زمة ورحمة أقول له تعليل لما قبله أو أسلوب مؤكد بإنها خلاص؟ طيب زمة من يعرف لي زمة فإن لهم زمة ورحمة زمة هنا يا سنة تانية هو الإسم إنه منصوب وعنامة نصبي الفتحة الله ومال إيه لهم ديت طبعا اتفقنا إن يجوز تقديم الخبر لو كان شبه جملة يبقى إن لهم زمة زمة دي إسم إنه منصوب وعنامة نصبي الفتحة والخبر طبعا لو الشبه جملة اللي هو لهم يجوز تقديمه إذا كان شبه جملة يبقى ما علاقة فإن لهم زمة ورحمة بما قبلها أقول تعليل لما قبله أو أسلوب مؤكد بإنها وعندي زمة ورحم دي نكرة للتعظيم طيب بيجي يقول لي ما فائدة عطف رحمة على زمة أقول له بيدل على قوة العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية نقول كمان والسؤال ده مهم ما فائدة عطف رحمة على زمة أقول له العطف يدل على قوة العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية أو الجمع بينهما بيدل على أي قوة العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية أهم حاجة أن أنا بس ما نساش السؤال لأنه مهم جدا وفي نفس الوقت ما يتعرش مني درجة الجمال لأنها سهلة وجميلة يبقى عرفنا أن الرسول عليه أفضل صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بيعرض بشارة لصحابتي بفتح مصر ووصية بحسن معاملة أهل مصر معاملة حسنة ليه؟ لأن لهم حق العهد والأمان ولأن لهم حق الرحم والقرابة وعرفنا إيه سلة القرابة؟ أن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم كانت من مصر والسيدة ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن الرسول عليه أفضل صلى الله عليه وسلم كانت من مصر دي سلة القرابة طب ما يجي يقول لي ما الجمال فيه صلى الله عليه وسلم بقول دي جملة دعاء صلى الله عليه وسلم دي جملة دعاء الحديث مهم وإجباري والحديث سهل وحفظ لازم أن أنا أحفظه وعرفت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الحديث بيعرض لي بشارة ووصية وتعليل وعرفت أن البشارة هي فتح مصر والوصية هي حسن معاملة أهل مصر معاملة حسنة والتعليل لأنهم أصحاب زمة ورحم وعرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في هذه البشارة بيأكد لي صدق نبقاته بأنه أخبر الناس بأمر غيبي وفتح مصر أو أخبر صحابتي بفتح مصر وقد تحقق طبعا الفتح ده بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على يد الفاتح العربي عمر بن العص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعرفنا أن لم يذكر اسم مصر تلميحا في الحديث أصلي تصريحا عفوا في الحديث لكن طبعا أنا عرفت منين لأن أهل مصر كانوا يستخدمون القراط والقراط ده هو وحدة قياس للأراضي الزراعية يبقى إذن الإشارة إلى مصر هنا ليست واضحة هي تلميح لا تصريح أنا عرفها طبعا لأن أهل مصر كانوا يستخدمون القراط والقراط زي ما اتفقنا أنه هو وحدة قياس للأراضي الزراعية وجمع قراط قراريت ويعايزين نعرف أن القراط ده 24 سه وما يجي يقول لي من المقصود بكلمة أهلها طبعا من دي للعاقل يبقى أهل مصر ولمن يوجه الأمر طبعا الأمر فيه استوصه ويوجه ليه خلفاء الرسول عليه كانت مكانة مصر كانت عظيمة عند الرسول عن سيادة السلام ليه لأن سيدها هاجر أم سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم كانت من مصر وسيدة ماريا أم سيدنا إبراهيم ابن الرسول عليه أفضل سلام هي أيضا من مصر والمقصود بكلمة زمى هي العهد والأمان والرحمة هي سلطة القرابة اللي احنا لسه أعلينها هذا الوقت وطبعا توسية الرسول عليه أهل مصر ده بيدل على التشريف التعظيم لها ولما كانتها في التاريخ وبكده نكون خلصنا الحديث الشريف العظيم دوت والحديث حفظ وسهل وجميل وإن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض في درس آخر في مرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة